تسعة أشهر مضت على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا بشأن إدلب تستمر أنقرة بسعيها الحثيث إلى تحقيق مكاسب جدية لها أو على أقل تقدير تثبيت الحدود الجغرافية ومنع التمدد العسكري للنظام وروسيا في منطقة تعتبرها امتدادا لأمنها القومي بشكل يوميا تدفع أنقرة بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة جبل الزاوية جنوب الطريق الدولي حلب اللاذقية وهي عقدة الصراع الحالي في شمال غرب سوريا تشكل أنقرة جدارا عزلا دفاعيا قوامه أكثر من 25 نقطة عسكرية مجهزة بمعدات دفاعية وأخرى هجومية إذا اقتضت الضرورة على ما يبدو لقطع الطريق على روسيا ونظام الأسد في محاولة تقدم لقضم مناطق جديدة شمال سوريا تنتشر النقاط التركية في جبل الزاوية بدءا من آخر نقطة أقامها الجيش التركي في منطقة رويحة في القسم الشرقي لجبل الزاوية مرورا بنقطة ترعان واشنان وفركيا وديرسنبول المطلة بشكل مباشر على مدينة معرة النعمان إضافة إلى نقاط إحسم وتل بدران بالقرب من كنصفرا والبارا ومعراتا وقوقفين التي تم إنشاؤها من قوات النقاط التركية المنسحبة من موريك وشيرمغار وتعتبر هذه النقاط المنتشرة وسط المساحة الجغرافية لجبل الزاوية خط المواجهة الأول في الخاصرة الجنوبية للجبل التي تطل بشكل مباشر على مواقع النظام في مدينة كفرنبل ما يجعل منطقة جبل الزاوية مغلقة بشكل كامل أمام أي تقدم عسكري الجديد في تلك النقاط أنها تركزت في مواقع على تلال حاكمة تستطيع من خلالها السيطرة نارياً على مساحة واسعة من ريف إدلب الجنوبي ومنطقة سهل الغاب وصولاً إلى مناطق ريف حماس شمالي والغربي وهو ما يعزز نظرية إصرار أنقرة على البقاء في المنطقة ورفض فكرة الانسحاب استجابة للمطالب الروسية وتعزيز سيطرتها على الطرق الدولية التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ حملتها العسكرية مطلع العام الجاري فهل تستطيع أنقرة عبر ترسانتها العسكرية كبح جماح روسيا ونظام الأسد أم أن متغيرات جديدة قد تعيد ترتيب خرائط السيطرة من جديد